السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بكم طلبة وطلباته لامور الصف الرابع الابتدائي. ان شاء الله مكملين ما بعضينا مناج اللغة العربية للترمي التاني عشرين تلاتة وعشرين من كتاب الاضواء. يلا تنسى العربة الامرش في قناة تشترك فيها وتفعل زر الجرس. عشان يوصل لكل جديد وتعمل لايك للفيديو. ان شاء الله هنحل ما بعضينا النهاردة انشطة الاضواء على النص المعلوماتي فوائد التكنولوجيا ومخاطرها. من كتاب الاضواء صفحة مية خمسة وتسعين ومية ستة وتسعين. يلا بنا سنة ربعة شمال. نشاط واحد ضع علام الصح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيح. رقم الف تعمل التكنولوجيا على تسهيل الامور في كل مجالات الحياة العبارة الصحيحة. رقم با تقنية الاتصالات سهلت التواصل بين الاشخاص في مناطق مختلفة في العالم العبارة صحيحة. رقم جيم تسهم التكنولوجيا في توفير المحاصيل الزراعية طوال العام العبارة صحيحة. رقم دال من ايجابيات التطور التكنولوجي حلول الجلسات العائلية محل الهواتف. طبعا هنا العبارة ايه? العبارة خاطئة. طبعا ايه يعتبر ايه من سلبيات التطور ايه التكنولوجي. نشاط اتنين اختر الاجابة الصحيحة مما بين الكوسين. الف تسهم التكنولوجيا في مجالات الزراعة ولا الطب ولا ادارة الاعمال ولا كل ما سبق. طبعا كل ايه كل ما سبق? كل ما سبق. با من اضرار التكنولوجيا. غياب الرياضة ولا قلة الثروة المعلوماتية ولا اضعاف الترابط الاسر وتراخل ولا تأخر التعليم. طبعا اضعاف الترابط ايه? الاسر اضعاف. الترابط الاسر. رقم جيم. اثرت التكنولوجيا سلبيا سلبا على العمل ولا المال ولا العلم ولا الصحة? طبعا على ايه? على الصحة. دال من العادات الصحية السليمة النقد اوقات الفراغ في تناول الطعام ولا ممارسة الرياضة والالعاب الالكترونية ولا استخدام الهاتف? طبعا عن طريق ممارسة ايه? الرياضة. ممارسة الرياضة. نشاط تلاتة. قال صل كل جملة بما يناسبها. رقم الف. قال لي تساعد تقنية المعلومات على ايه? طبعا على البحث عن كل ايه? كل جديد بغنوصل الف مع اتنين. رقم با نتجنب اضرار التكنولوجيا بايه? طبعا بايه? بالاعتدال في استخدامها بغنوصل با مع واحد. رقم جيم. قال لي حلة الرسالة الالكترونية محل ايه? طبعا التجمعات العائلية بغنوصل جيم مع خمسة. رقم دال. وفرت التكنولوجيا العديد من طبعا المعلومات في شاته ايه? المجالات بغنوصل دال مع تلاتة. نشاط اربعة قال لي اجب عما ايه? يأتي. الف. اذكر بعضا من استعمالات التكنولوجيا. طبعا عندنا بتستخدم ايه في التكنولوجيا? في الاتصالات. وكمان التقنيات المنزلية. التقنيات المنزلية. عندي كمان تقنيات المعلومات. وعندي الاعلام والطب والتعليم. بدأ ايه بعضا من استعمالات ايه? التكنولوجيا. رقم باجة لما الهدف الرئيسي من تقنية الاتصالات? طبعا تسهيل. تسهيل وزيادة. طرائق. التواصل بين الاشخاص حول العالم. رقم جيم جال الى ما تسعى تقنية المعلومات? طبعا تسعى الى حفظ المعلومات وارسلها والبحث عن كل جديد. السؤال كم ده? قال لي كيف نتجنب اضرار التكنولوجيا? عن طريق عن طريق عدم الاسراف في استخدام الالعاب الالكترونية وإيه كمان? نظور الاقارب نظور الاقارب والاصدقاء ونقضي وقت الفراخ في ممارسة الرياضة نشاط خمسة جالي اختر الممارسة بمعنى المناسب للكلمة الملونة رقم الف تعود مصر من ازهى بلاد الدنيا كلمة ازهين بمعنى اكبر والاعظم والابعد ولا اوسع طبعا هنا بمعنى اعظم رقم ب بيتنا امة متقدمة في كافة المجالات بيتنا هنا بمعنى اصبحنا ولا ظللنا ولا تحولنا ولا ما زلنا طبعا هنا بمعنى اصبحنا رقم جيم لا يمكننا الاستغناء عن حب الوقت الاستغناء هنا معناها الابتعاد ولا التخلي ولا الاهمال ولا النسيان طبعا هنا معناها التخلي رقم ها عفوا رقم دا لا تسرف في استخدام الماء تسرف هنا بمعنى تهمل ولا تضيع ولا تلوث ولا تفرد هنا طبعا هنا بمعنى ايه بمعنى تفرد رقم ها بالعلم والعمل مقدر على تحديات المستقبل مقدر هنا بمعنى نطور ولا نستطيع ولا نحاول ولا نفعل طبعا هنا بمعنى نقدر بمعنى نستطيع وجميعنا يرغب في تقدم وطننا يرغب فيه بمعنى يريد ولا يقوم ولا يأخذ ولا يفضل هنا طبعا بمعنى ايه بمعنى يريد رقم زي تساعد التقنيات الحديثة في انجاز اعمالنا التقنيات هنا معناها اسلوب في بناء المدارس ولا اسلوب في تدريس اللغة ولا اسلوب ومهارة تمارس في انجاز عمل ولا اسلوب في معاملة الاخرين طبعا دمعناها اسلوب ومهارة تمارس في انجاز عمل ايه ما نشاط ستة جا لماذا تفعل في المواقف الاتية الف وجدت اخاك يفرد في يفرد في استخدام الهاتف طبعا ايه هنقول لا نصرف في استخدام لا تصرف في استخدام الهاتف الهاتف وتضيع وقتك وتؤذي عينيك رقم با رأيت طفلا يضيع يضيع كل وقتها امام العرب الالكترونية طبعا اقول له له انك تضر بصح بصحتك تفعله ايه تنفصل عن مشاركة عائلتك عائلتك مهم جدا لكنه قد يكون مفيدا وقد يكون دارا وضح ذلك من خلال ايه في الجدوى طبعا فوائد الهاتف عندي تسهيل التواصل مع الاشخاص من خلال المكالمات من خلال المكالمات عندي ايه كمان الاستفادة الاستفادة من الانترنت والتواصل الاجتماعي طب اضرار الهاتف عندي ايذاء العين وتضييق الوقت والتأثير على صحة الاطفال وزكائهم ايه وزكائهم نشاط تمانية جالي يصمم له وحتوضح بعضا من الوسائل التكنولوجية التي يسرت حياة الانسان طبعا عندي الهواتف المحمولة الهواتف عندي الحواسيب وعندي ايه كمان عندي الاجهزة المنزلية وبكده سنة ربع وصلت معاكم لنهاية الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسلاش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجراس عشان يوصل لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته